اليوم حضور عدد كبير للأفراد الجالية المغربية هولندا من مختلف مناطق هولندا اجتمعنا هنا لتخليد واحد دكرة عزيزة على المغاربة واحد دكرة خالدة وهي دكرة تقديم وثيقة المطالب بالاستقلال وطبعا المغاربة تعرفوا بان تقديم الوثيقة كانت واحدة محوارية ومفصلية في التاريخ المغرب الحديث لانها هي اللي فتحت هو اللي كان مفتاح باش نمشيه في واحد المشوار اللي وصلنا لاستقلال البلاد واحد تلاحم واحد تضامن واحد ترابط بين ملك المغرب السلطان محمد بن يوسف في ذاك الوقت والشعب المغربي والوطنيين من حساسيات سياسية مختلفة الهدف الاستراتيجي دي الجميع يعني أطياف الشعب المغربي بعربه وأمازيغه بمناطق الجنوب الشمال منطقة الشمالية وإلى آخره الهدف الاستراتيجي اللي كانت تجمع الشعب المغربي هو استقلال البلاد هي حريات المواطنين المغاربة فهذه المحطات طبعا الجالية متعطشة باش لتخليدها والاحتفال بها وتعرف دائما على الحمولة ديالها الوطنية وعلى المدلول ديالها العميق لي كيخلي طبعا أفراد الجالية تيكونوا فخورين بالتاريخ ديالهم فخورين واحد الارث مهم تهما كيحسوا بأن بلادهم عندها واحد تاريخ ثاري غاني بالمنجزات غاني بالنضال غاني بروح يعني روح المسؤولية باش يوصلون واحد الهدف بجميع الوسائل الممكنة فقبل طبعا بعد ما فرض نظام الحماية على المغرب الشعب المغربي وقبائل المغرب ومواطنين في كل مكان قاموا بمقاومة بطولية ومسلحين رغم كل شيء بإمكانية ضعيفة ولكن كان عندهم داك الإرادة القوية باش يحصلوا على الاستقلاد البلاد وبعد ذلك جات الاستراتيجية ديال العمل السياسي ونظرا طبعا لعدم استجابة الاستعمال الفرنسي لمطالب الشعب المغربي بالمشروعات ويعني الحصار اللي كان مضروب على السلطان البلاد وعلى التنكيل وقمع المواطنين تغيرت الاستراتيجية من عمل سياسي إلى طبعا مقاومة مسلحة يعني مغدية بوحد روح قتالية عالية اللي أدت إلى عودة السلطان محمد بن يوسف اللي غا بعد الاستقلال غا يقول لي جلالة الملك محمد الخاميس واسترجع المغرب خاطبطا بكل يعني بكل يعني بوحد بوحد الإرادة يعني شاءة جماعية كل المغربة استرجعوا الحرية طلبوا طالبوا بعودة الملك رجع الملك ملك البلاد حامل اللواء الحرية والاستقلال والمغرب والمغربة ولوا تهمة في مصافي الدول يعني المحررة والدول لعندها وحد المكانة خاصة في المجتمع الدولي وطبعا يعني جلالة الملك محمد الخاميس رحمه الله قال بأننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهالجهاد الأكبر طبعا إحنا ما زلنا يعني نقوم به باش نبني بلدنا على أسس قوية متينة سليمة باش المغربة نخرطوا في بناء واحد المجتمع ديمقراطي حداثي اللي كيشمل الجميع في إطار واحد الوحدة وطنية ولما فيهم صلاحة وكرامة ورفعة يعني المغرب والمغاربة وشكرا جزيلا